السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصفة الخامس ابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية نراجع درسنا السابق ونجيب على السؤال التالي ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية أسس الخليفة عبد الملك بن مروان في بغداد أول دار لسك العملة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم العبارة خاطئة ما الخطأ في هذه العبارة أحسنتم أسس الخليفة عبد الملك بن مروان أول دار لسك العملة في دمشق وليست في بغداد صدر أول دينار عربي من الذهب العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم العبارة صحيحة إذن هذه من الحضارات التي أنجزتها أو الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية التي انطلقت وكما نعلم من المدينة المنورة وأنشئت في تلك الفترة الزمنية أول دار لسك العملة أيضا أصدر أول دينار عربي مصنوع من الذهب استعرضنا في الدرس السابق صورة للدينار العربي المصنوع من الذهب والعبارات التي كتبت عليها ومنها ماذا كلمة التوحيد أحسنتم أكمل الفراغات التالية بما يناسبها الحضارة هي جميع ما ينجزه فراغ في مجالات نكمل الفراغ الأول أحسنتم الحضارة هي جميع ما ينجزه الإنسان في مجالات المعرفة وأحسنتم والفن والعمارة والثقافة والاقتصاد والإدارة الحضارة عندما تحدثنا عن مفهوم الحضارة بشكل عام وقلنا أنه جميع ما ينجزه الإنسان في شتى المجالات المتنوعة من مجالات المعرفة والفن ومجال العمارة والثقافة والاقتصاد وهذه الحضارة تدل على ماذا؟ أحسنتم تدل على الارتقاء والتطور ما أبرز خصائص الحضارة الإسلامية؟ بعد أن عرفنا مفهوم الحضارة الإسلامية فما أبرز خصائصها؟ تتميز بخصائص عامة ميزت هذه الحضارة الإسلامية منها؟ أحسنتم هي حضارة إنسانية شاملة للبشر بشتى واختلاف الأنواع والأعراق أيضا حضارة عالمية حضارة متطورة وأيضا حضارة علم وقيم إذن هذه من أبرز خصائص الحضارة الإسلامية أنها حضارة إنسانية حضارة عالمية حضارة متطورة وحضارة علم وقيم وسنكمل في هذا اليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن الحضارة الإسلامية أهدافنا هذا اليوم التي سنتمكن بإذن الله تعالى من تحقيقها يتمكن الطالب والطالبة من أن يتعرف على نماذج من منجزات الحضارة الإسلامية يذكر أبرز العلماء المسلمين في مجال العلوم سنطلع الآن على بعض أو نماذج من منجزات الحضارة الإسلامية في مجالات العلوم لدينا العديد من المنجزات في علوم مختلفة وشاملة لجميع العلوم والمعارف في الحياة منها الفلك ومن هذه المنجزات والاختراعات التي نبغت فيها الحضارة الإسلامية والبلدان العربية فتم اختراع الاسترلاب المرصد مثال من نماذج العلماء إذن هنا أمامنا العلوم والاختراعات والمنجزات التي أنجزت في الحضارة الإسلامية ونماذج من العلماء الذين نبغوا وكانوا من أبرز علماء الحضارة الإسلامية برعوا في كثير من العلوم المختلفة والمتنوعة اكتشفوا الكثير من الاكتشافات والاختراعات الهامة التي يعتمد عليها الكثير من العلماء وكثيرا من العلم القائم في هذا اليوم كان أساسها ومنطلقها من منجزات الحضارة الإسلامية إذن الفلك الاسترلاب والمرصد مثال على العلماء البيروني أعد موسوعة في الأرصاد والنظريات الفلكية إذن من علماء الفلك مثال على علماء الفلك من الحضارة الإسلامية ومن المسلمين البيروني في مجال الطب التخدير من منجزات الحضارة الإسلامية والعلماء العلماء المسلمين في مجال الطب التخدير والجراحة والتشريح وأيضا المستشفيات مثال مثل الرازي ومن الاختراعات التي اكتشفها وتوصل إليها أبو بكر الرازي ابتكر خيوط الجراحة وأيضا البيطار أسس علم الصيدلة إذن هناك اختراعات ونبوض في علوم هامة جدا قائمة إلى يومنا الحاضر كانت منطلقة من الحضارة الإسلامية التي انطلقت كما نعلم أساسها من المدينة المنورة في العهد النبوي وامتدت في عهد الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية والدولة العباسية أيضا من منجزات المسلمين في الحضارة الإسلامية في مجال الرياضيات علم الجبر وعلم الهندسة وأيضا الحساب من أمثلة العلماء في مجال الرياضيات الخوارزمي ونعلم أن الخوارزمي أسس علم الجبر أيضا في مجال الأدب اللغة والشعر والنثر من العلماء في مجال الأدب لدينا الجاحظ أو كما نعلم ألف كتاب البيان والتبيين هنا نشاهد صورة للاسترلاب وهو من اختراعات المسلمين في مجال الفلك إذن هذه ليست أو ليست هذه المنجزات فقط التي طلعنا عليها من العلم الفلك والمنجزات وأيضا العلماء الطب والرياضيات والأدب أيضا في مجال الفيزياء ومجال الجغرافيا والعمارة المنجزات في مجال الفيزياء لدينا أو كان أسس الطيران كانت من مجال الفيزياء التي كان للعلماء المسلمين الخطوة الأساسية في هذا المجال أيضا الجاذبية مثال على العلماء في مجال الفيزياء عباس بن فرناس ونعلم محاولته الشهيرة للطيران أيضا في مجال الجغرافيا كروية الأرض حيث أثبت العلماء المسلمين كروية الأرض واستدلوا بالكثير من الوقائع التي تدل على كروية الأرض أيضا علم الخرائط أيضا من العلوم أو من المنجزات أيضا البلدانيات وأيضا علم النبات مثال على علماء في مجال الجغرافيا الإدريسي رسم خريطة العالم وضع معجم النبات نعلم أن أول خريطة كانت للإدريسي رسم فيها خريطة العالم أيضا في مجال العمارة القباب من منجزات المسلمين والعلماء في الحضارة الإسلامية القباب وقنوات المياه وأيضا في البناء مثالا على ذلك ابن الهيثم الذي أسس فكرة السدود هنا نشاهد خريطة الإدريسي في مجال الجغرافيا قام برسم خريطة العالم على لوح مستوي وكانت قريبة جدا من خريطة العالم بالفعل حيث أثبت ذلك الصور الجوية التي ساعدت كثيرا في صحة العلم الذي أسسه الإدريسي أيضا نشاهد هنا جمال البناء والفن والعمارة في الحضارة الإسلامية هنا الجامع الأموي في دمشق إذن نبغى المسلمون في الكثير من المنجزات في كثير من المنجزات في شتى المجالات وشتى العلوم والمعارف استعرضنا واطلعنا على العلوم التي نبغى فيها العلماء المسلمين والمنجزات وأمثلة أيضا على العلماء الآن أمامنا بعض منجزات الحضارة الإسلامية أذكر بعض منجزات الحضارة الإسلامية في مجال الطب كما نعلم نبغى العلماء المسلمين في التخدير وكان لهم السبق في هذا المجال في التخدير والجراحة والتشريح وأيضا في المستشفيات وذكرنا مثال على ذلك من العلماء المسلمين الذين نبغوا في مجال الطب أحسنتم أبو بكر الرازي الذي اكتشف خيوط الجراحة وأيضا نعلم دورة في اختيار وفي بناء المستشفيات ونعلم نبغى المسلمين في هذه المجالات الحضارة الإسلامية استفادت الحضارة الإسلامية من الحضارات السابقة وأبدعت في مجالات علمية وإنسانية واسعة فأثرت الإنسانية وأسهمت في تقدمها في جميع المجالات إذن هذه الحضارات التي نبغى فيها أو الحضارة الإسلامية التي نشأت وتطورت ووصلت إلى أعلى مستويات العلم والتطور والمعرفة استفادت هذه وامتدت هذه الحضارة من الحضارات السابقة وأبدعت كما نعلم في المجالات العلمية التي استعرضناها قبل قليل أيضا الآن سنطلع على بعض الأمثلة التي تدل على حرص المسلمين على ما دونه الآخرون من حضارات سابقة أن الخليفة العباسي المأمون ومن الأمثلة لحرص المسلمين على ما دونه الآخرون من حضارات سابقة أن الخليفة العباسي المأمون عندما دخل قبرص وعد أهلها أن لا تأخذ منهم الجزية ويقصد بالجزية أموال تأخذ مقابل الحماية إذ هم أرسلوا له كتبهم في العلوم وقد أمر بترجمتها واستفاد منها المسلمون وزادوا عليها وأبدعوا إذن هذا يدل على حرص المسلمين على ما دون من الحضارات السابقة واستفادوا منها وبنوا علي أساسها علوم جديدة واختراعات أيضا جديدة بيت الحكمة تأسس بيت الحكمة في بغداد في عهد الخليفة العباسي المأمون عبد الله بن هارون الرشيد كان لبيت الحكمة أثر حضاري في نقل العلوم والمعارف من اللغة الإغريقية واليونانية إلى اللغة العربية ثم التأليف في تلك المعارف ومن أبرز أعمالها ما يأتي خزانة للكتب دار للترجمة نسخ للكتب تجليد الكتب إذن في هذا المجال استفاد العلماء المسلمين من ما دونه الآخرون في الحضارات السابقة في مجال أو في التأليف الكتب وترجمة الكتب من اللغات الإغريقية واليونانية إلى اللغة العربية والاستفادة بما فيها من معلومات وأيضا تمت ثم بعد أن استفادوا من هذه الكتب المترجمة إلى اللغة العربية قاموا بتأليف معارف ومن أبرز هذه أعمال بيت الحكمة خزانة للكتب ودار للترجمة وأيضا نسخ للكتب وتجليد الكتب لحمايتها والحفاظ عليها هنا نشاهد في هذه الصورة رسم تخيري لبيت الحكمة الفكرة الأساسية من بيت الحكمة هي دار أو مكان لجمع الكتب والقراء للاستفادة منها والاستفادة من هذه العلوم والكتب التي جمعت في هذا المكان لدينا نشاط نقرأ ثم نجيب عليه بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة اسم المؤسسة الوطنية المعنية بالكتاب في المملكة العربية السعودية وتاريخ تأسيسها إذن يتضح لنا من خلال هذه الحضارة الإسلامية الممتدة إلى وقتنا الحاضر الاهتمام بالكتاب والثقافة والعلوم فيوجد لدينا في المملكة العربية السعودية جهة معنية للحفاظ على هذه الكتب ولإثراء من أراد كل من يقرأ ويتعلم فما هي المؤسسة الوطنية المعنية بالكتاب والتي من مجالها واختصاصها هو توفير الكتاب والمحافظة عليه ووجود المرجع للكتب والعلماء والمثقفين ما هي هذه المؤسسة الوطنية؟ أحسنتم هي مكتبة الملك فهد الوطنية والمعروفة في المملكة العربية السعودية التي تهتم بها الكتاب وقد أنشأت وتأسست هذه المكتبة في عام 1403 حجريا تأسست هذه المكتبة مكتبة الملك فهد رحمه الله مكتبة الملك فهد الوطنية للكتاب وفي نهاية درسنا بعد أن تحدثنا عن الحضارة الإسلامية وعرفنا مفهوم الحضارة الإسلامية وخصائصها وايضا استعرضنا أبرز منجزاتها ونماذج من منجزات الحضارة الإسلامية وايضا ذكرنا بعض من العلماء ومجال الذي نبغ فيه والاختراعات التي يقام بها والإنجازات في نهاية درسنا سنجيب على السؤال التالي أكمل الفراغات التالية بما يناسبها استفادت الحضارة الإسلامية من فراغ السابقة استفادت من ماذا؟ أحسنتم استفادت من الحضارات السابقة كما نعلم أنها استفادت من أو قامت بتترجمة الكتب من اللغة الغريقية واليونانية إلى اللغة العربية وأبدعت أيضا في مجالات أحسنتم في المجالات العلمية وإنسانية واسعة وفي نهاية درسنا أشكركم أبنائي وبناتي على حسن إصائكم وتفاعلكم وألتقي بكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته